كان صعبان علي قوي وانا بشوف الفنانين المصريين بيتهزقوا في برنامج رامز قلب الاسد ولا رامز مجنون راسمي الفنانين المصريين اتهزقوا اتمسح بكرمتهم الارض قدام المشاهدين وهم قابلين على نفسهم يشتموا نفسهم ويتفوا على نفسهم ويتشقلبوا ويتعاملوا بهذا الشك ويتغسل بيهم ويتمسع بيهم الارض هم احرار بس بقولهم خسرتوا كتير قدام الجمهور كسبتوا شوية فلوس اللي خدوا 100 ألف دولار و50 ألف دولار واللي خدوا اللي خدوا اللي خد فلوس بتروحوا وتيجي ويبقى صورة التنان اتهزت صورة الفنان المصري ونشدت من هنا اكتر من مرة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي انه يتكلم طب يطلع بيان طب يقول ايه ما يصحش للممثلين لكنه ما تكلمش هو حر وهم احرار وممكن ابقى شكلي قدامهم متخلف لكن بقول تاني ده بيمثل ايه بيمثل عندي فقر في المواهب فقر في الكوادر اللي يقبل على نفسه انه يتشقلب ويتعمل فيه شغلباز ويتهزق ويمارس معه كل هذه السادية يبقى هو غلطاء بقول لك خد عقده وفلوس وغيره فلوس ايه صورتكو تهزت قدام الناس صورتكو تهزت قدام الناس والفن المصري والفنان المصري يا سلام انا افتكرت دلوقتي وعمل اقول هي قلت مديحة يسري ولا يسرة ولا الهام شهين ولا بسأل يعني ولا عاد الامام ولا عبد الحليم حافظ ولا محمد عبد الوهاب ولا محمد فوزي ولا اسمهام حد فيه ما يقبل انه يتعامل فيه ولا احمد زاكي الشقلبة ضد اللي بيعملون لا لان احنا هن على انفسنا فجابه واحد مريض نفسيا زي ما بتقول المحكمة زي ما بتقول المستشفى الأمراض العقلية يعمل في هؤلاء النرجسية والسادية والكلام ده كله ويطلع حد يدافع وجاي واحد مبارح ممثل ولا متحدث باسم مجموعة القنوات بيقول اللي مش عاجب ويقلب القناة كلام مرفوض شكلا مرفوض موضوعا مع ركب الشخصية يقول لك انتو في حملة ضد مجموعة القنوات ولا حملة احنا الحملة ضد محتوى في برنامج في هذه القنوات هذا المحتوى محتوى رضيء سفيه سخيف بيدمر بيقلل من كرامة الفنانين بيهيل طراب على الفن المصري وبقول تاني تداعياته النفسية على الأسرة والشباب والولاد والأطفال يعني تداعيات خطيرة مش على المصريين بس على كل الدول العربية اللي بتتابع يقولك ده بتشاف بملايين انا اتحدى ممكن خمس دقايق بورنو يتحطوا قدامه هتشافوا خمسمائة مليون مش معيار الرؤية مش معيار وانا بقول تاني بعيد وبزيد تاني واحد بيقول لي يا عم يبقى لهم ثلاث سنين بيقول لي ما حدش عمل حاجة وان شاء الله عشر سنين لها نبطل نقول الصح صح ما نعتقد انه صح ندعمه وما نعتقد انه خطأ نهاجمه وليس لنا حسابات ما احب لا احنا بنحس وانا بقول تاني برضو بالمناسبة هو البرنامج برنامج معمول في مصر معمول يعني لمصر والممثلين والمعظم هم مصريين والراجل بيقدمه مصري وفي مشكلة بينه بين نقابة الاعلاميين والنقابة رفع قضية لكن العيب تاني العيب على المعلن اللي بيعلن والله العظيم العيب على المعلن اللي بيعمل اعلان في برنامج زي دا وانا بقول للناس بقى احنا الموضوع شعبي بقى هو الموضوع موضوع بقى رأيه رأيك انت بتقول لي انت متخلف ما بتفهمش واخد موقف بقول لك يا عم انت من حريتك تعمل برنامج وانا من حريتي من واجبي ان انا هاجم البرنامج وادعمه انا بهاجمه بقول تاني عيب على المعلمين ان هم يدعموا ويعلنوا في هذا البرنامج اللي بيخرب الاسرة بيخرب نفسية الناس وانتو بقول لا يجب ان تشاركوا في هذه الجريمة المعلن المصري الوطني الناس اللي عندها مؤسسات مالية او اقتصادية او مصانع وبيعلنوا في هذا البرنامج انا بقول وجهة نظري بقول تاني البرنامج فيه محتوى بيدمر الاسرة بيدمر نفسية الناس فانتو بتشاركوا في جريمة اراها من وجهة نظري وانا حر في رأيي انها جريمة بتشاركوا في جريمة الفنانين اللي شاركوا شاركوا في الجريمة واللي بيزيع شارك في الجريمة واللي بيعلن عنها شارك في الجريمة واللي بيتفرق عليها شارك في الجريمة وكلها كلكم مسؤولون امام الله كلكم مسؤولون امام الله لا ادعي الحكمة ولا ادعي التقوى انا بقول رأيي انه شايف ان ده مخرب للنفس والعقل والاسرة حتى لو كان بيكسب مئات المليارات مش قصتي ممكن تعمل برامج تاني تيكسب فيها مش بهذا الشكل انا الكلام جاء ببعضه لكني اقف مبهورا ومنبهرا وسعيدا وفخورا بانتاج اسمه الاختيار واقف في حالة شميزاز شديد عندما ارى رامز ورفاقه ارى انه من يبني هنا ومن يخرب هناك ارى انه هنا من يحاول ان يستنهد الهمم ويحدث لحمة وطنية وارى هنا من يحاول ان يثبت الهمم ويخلق انسان ويخلق انسان وربي انسان على الخوف والرعب والنرجسية